كما شاهدت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة عرضا مرئيا عن المناطق الاقتصادية والحرة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وعرضا مرئيا عن ميناء سحار والمنطقة الصناعية المحيطة بالميناء هذا وتشكل بيئة الأعمال التنافسية المعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكن للقطاع الخاص عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال حيث تتيح سلطنة عمال العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية مثل المعاملة الوطنية للاستثمارات والشفافية القانونية في بيئة الأعمال وإمكانية التملك الكامل الذي يصل إلى مئة بالمئة